في أواخر القرن الثمنتاشر كان فيه باحث سكاني بريطاني شهير اسمه توماس مالتوس الرجل ده خرج بالنظرية بتقول أنه مشكلة الفقر بتزيد مع زيادة أعداد السكان بمعدلات تفوق نمو المحاصيل الزراعية لأنه ده بيحدث اختلال في التوازن وقتها توماس حذر من عدم قدرة الأرض وعدم قدرة مواردها على التعامل مع النمو السكان المتسارع وتلبية الاحتياجات المتسارع البشرية ودي كانت بداية الطريق أمام الدراسات اللي حاولت استكشاف الحد المستدام المقبول لسكان العالم يعني إيه هو التعداد الذي تستطيع الأرض الذي يستطيع الكوكب تحمله وتحمل احتياجاته بعض الدراسات قالت أنه الحد المستدام هيكون رقم ما ما بين 9 إلى 10 مليار نسمة ويبدو أنه الكوكب أصبح قريب جدا مما يطلق عليه الحد المستدام لأنه في يوم 15 نوفمبر 2022 أعلنت الأمم المتحدة وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليار نسمة واعتبرت أنه الرقم ده وده كلام صحيح بيشير إلى تحسن كبير في الصحة العامة وتقليل مخاطر الوفاء وازدياد متوسطات العمر المتوقعة ولكن في المقابل دعوة واضحة للبشرية للنظر في موراء الأرقام وفي تأثير الزيادة السكانية على معدل الإنتاجية وحماية الفئات الأكثر ضعفا طيب ماذا وراء الأرقام؟ صندوق الأمم المتحدة للسكان قال أن فيه علاقة بين النمو السكاني والفقر مرتبطين بيجوا مع بعض بمعنى أن النمو السكاني السريع بيزيد من صعوبة القضاء على الفقر ومكافحة سوء التغذية وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية وبالتالي غالبية النمو السكاني في العالم بيتركز بين أفقر البلدان الزيادة السكانية والفقر يأتيان معا الأرقام الرسمية الأممية بتقول أن العالم احتاج 12 سنة لكي ينمو عدد سكانه من 7 إلى 8 مليار نسمة 70% من المليار الجديد من سكان الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى ومن المتوقع أن يستغرق المليار القادم حوالي 14 سنة ونص يعني هنوصله بالحسابات سنة 2037 وده وفقا لتقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيكون 90% من سكان الدول يعني الزيادة دي هيبقوا من سكان الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى وبالتالي ما وراء الأرقام هو أن النمو السكاني المرتفع بيتركز في الدول ذات الدخل المنخفض وأن الزيادة السكانية بترتبط ارتباط وثيق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبتؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مختلف مجالات التنمية والمفرقة هنا أن ثلثي سكان العالم بيعيشوا حاليا في بيئة منخفضة الخصوبة في حين أنه أصبح النمو السكاني بيتركز بشكل متزايد بين أفقر بلدان العالم ومعظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبالتالي تمثل هذه الزيادة السكانية في أفقر مناطق العالم عائق رئيسي أمام التنمية هذه الدول يمكن أن تكون أفضل حالا مع نمو سكاني ومعدل مواليد أقل والفرضية دي تبتت صحتها في اقتصاديات النمو الشرق السياوية بما فيها كوريا الجنوبية وتايوان اللي شهدت في العقود الأخيرة زيادات سريعة في نصيب الفرض من الدخل القومي في ظل تراجع معدلات المواليد ده نفس الكلام اللي قلتم من شوية وطبعا المثال الأبرز في أسيا هو الصين الصين انفرضت باتخاذ إجراءات حادة وطبقتها بطريقة صارمة أحيانا لم تكن إنسانية وكانت نتيجة ده حدوث تحول أكثر سرعة في خفض معدل المواليد في الفترة من 1960 ل1980 ارتفع عدد سكان الصين حوالي 51% لتقسر حاجز المليار نسمة سنة 1980 بعد أن كان عدد سكانها في 1960 حوالي 660 مليون نسمة وهنا كانت نقطة التحول هنا كانت الوقفة الصين خدت قرار حاسم وطبقت عدد من السياسات على رأسها سياسة الطفل الواحد كانت النتيجة المباشرة لهذه السياسات هي خفض معدلات الزيادة السكانية في الصين لتصل إلى 29% خلال الفترة من 1980 إلى عام 2000 ثم إلى 11% فقط خلال الفترة من سنة 2000 إلى 2020 ده إنعكس بشكل مباشر على زيادة متوسط الانتاجية مجلة أريبيان بيزنس نقلت توقعات عن الأمم المتحدة بتقول أنه هتتركز غالبية الزيادة السكانية بحلول عام 2050 في 8 دول هما الكونجو ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا وفقا لصندوق الأم المتحدة للسكان تأتي الصين وتأتي الهند في مقدمة الدول في تعداد السكان بمعدلات تتجاوز 1.3 مليار نسمة لكل الدولة ثم الولايات المتحدة بعد السكان حوالي 330 مليون نسمة ثم أربع دول يتراوح عدد سكانها ما بين 200 و300 مليون هي اندونيسيا وباكستان والبرازيل ونيجيريا ثم سبع دول يتراوح عدد سكانها ما بين 100 و200 مليون نسمة بانجلاديش وروسيا والمكسيك واليابان وإثيوبيا والفلبين ومصر